بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في جانب الاقتصاد الإسلامي عن أركان الاقتصاد الإسلامي ونتحدث في هذا الموضوع في عدة نقاط الأمر الأول أو النقطة الأولى تعداد أو عدد أركان الاقتصاد الإسلامي إجمالاً الأمر الثاني المراد بالملكية المزدوجة الأمر الثالث تعريف الملكية الخاصة وبين أهدافها ومجالاتها والأمر الرابع تعريف الملكية العامة وبيان أهدافها ومجالاتها والأمر الخامس تقييد الحرية الاقتصادية وما يهدف إليه هذا التقييد بالتفصيل والأمر الأخير هو معرفة وسائل التكافل الاجتماعي ومعرفة التكافل الاجتماعي كركن من أركان الاقتصاد الإسلامي نبدأ أولاً ببيان أركان الاقتصاد الإسلامي على وجه الإجمال وهي ثلاثة أركان الركن الأول الملكية المزدوجة أي الملكية الخاصة والعامة الركن الثاني الحرية الاقتصادية المقيدة الركن الثالث التكافل الاجتماعي نبدأ بالركن الأول الملكية المزدوجة الخاصة والعامة أي العامة المراد بها ملكية الدولة أولا تعريف الملكية الخاصة الملكية الخاصة في الاقتصاد الإسلامي هي حكم شرعي مقدر يعطي الإنسان حق الاختصاص في امتلاك العين أو منفعتها وحق التصرف بها من غير مانع فقولنا الحكم الشرعي المقدر أو حكم شرعي مقدر خرج بهذا القيد الأحكام العقلية والتجربية والأحكام التي هي من وضع البشر ويعطي الاختصاص أن هذا الإنسان يختص بهذه العين أو بهذه المنفعة أو بالعين والمنفعة أو بالعين والمنفعة معا والمنفعة المراد بها عن طريق الإجارة وأيضا يعطيه حق التصرف بها وقوله من غير مانع أي موانع التصرف من التصرف في الملك كالصغر الصغير لا يتصرف في ملكه وإنما يتصرف الولي أو المجنون كذلك أو السفيه لكبر سنه أو أنه إذا تصرف في هذا المال أدى إلى أن يضر بالآخرين فإن هذا يعتبر مانع من الموانع التي تمنع عن الإنسان من أن يتصرف في ماله هذا من حيث التعريف أما أهداف الملكية الخاصة فتهدف الملكية الخاصة إلى عدة أمور الأمر الأول إثراء التعاون عن طريق الأفراد والمؤسسات غير الحكومية إثراء التعاون بين الأفراد بعضهم وبعض وبين المؤسسات والأفراد وبين المؤسسات والمؤسسات سواء كان في المجتمع الواحد أو في الدولة الواحدة أو على مستوى الدول فهذا التعاون بين هذه الهيئات والأفراد يؤدي إلى إثراء في الاقتصاد عن طريق هذه المؤسسات وعن طريق الأفراد الهدف الثاني تحقيق الخير والرفاهية والنفع العام للناس وذلك يكون عن طريق المنافسة العادلة بين المنتجين فالمنتجين سواء كان في الجانب الاقتصادي أو الجانب الزراعي أو في الجانب الصناعي ينبغي أن تكون المنافسة بين المنتجين عادلة وأن يكون التوزيع لهذه المشاريع المنتجة بين المستثمرين تكون عادلة بحيث أنهم يتنافسون في إنتاج الأجود بسعر أقل فإذا تنافسوا في هذا المجال وجدنا منتج جيد وبسعر أقل فبالتالي ينتفع الناس وتحصل الرفاهية ويحصل الخير لأبناء المجتمع من هذا التنافس العادل بين المنتجين من الأهداف أيضا عدم إشغال الدولة بالأمور الإنتاجية البسيطة التي استطيعها الأفراد وتستطيعها المؤسسات وتبقى الدولة تنشغل بالصناعات الكبيرة كالبترول كذلك الاهتمام بالجانب السكك الحديدية والطيران أو نحو ذلك من المشروعات الضخمة التي لا تستطيعها المؤسسات الصغيرة ولا تقدر على نفقاتها وإدارتها أيضا من الأهداف إشباء غريزة حب المال في الإنسان فالإنسان مفطور على حب المال وحب المال مغروز من الغرائز الأصيلة في النفس البشرية وتحبون المال حبا جم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فالتملك ورغبة في التملك هذا سر وضعه الله عز وجل حتى لا يخمد الإنسان ويمتنع عن السعي والعمل ولولا هذه الغريزة لما عمل الإنسان ولما سعى فالملكية الخاصة تؤدي إلى إشباع هذه الغريزة عند الإنسان مجالات الملكية الخاصة أولا العقود الناقلة للملكية سواء كانت هذه العقود بعوض أو بدون عوض المثال على العقود الناقلة للملكية بعوض مثل البيع فهو مبادلة مالا بمال تمليكا وتملكا والبيع يعتبر عقد ناقل للملكية من ملكية البائع إلى ملكية المشتري العمل بأجر عند الآخرين سواء كان في خياطة أو في بناء أو أي عمل يعمله مباح بمقابل أجر فهذا عقد ينتقل عن طريقه الملك كذلك طبعا يدل على هذا العمل بأجر عند الآخرين وأن هذا العمل فيه شرف وفيه كرامة أن الأنبياء كانوا يعملون بأيديهم كما ولد في الحديث ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده فالعمل بأجر عند الآخرين هذا من العقود الناقلة للملكية وهو يمتاز بأنه عمل فيه شرف وفيه رفعة وفيه كرامة للإنسان كذلك من مجالات الملكية الخاصة هي الزراعة وقد ذكر العلماء منهم النووي قال أطيب الكسب ما كان بعمل اليد قال فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب يعني الذي يزرع عمله أطيب المكاسب لما يجتمل عليه من كونه عمل باليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدم والدواب إذن هذه من الأمور التي جعلت الزراعة من أطيب المكاسب كونها عمل يد هذا واحد وأن فيها توكل على الله عز وجل فالناس يبذرون الحب في التراب ويتوكلوا على الله أن يحيي هذه البذرة وأن تصبح هذه البذرة زرعة وتنتج ثمرا ولما فيه هذا من النفع العام للآدم والنفع العام للدواب فنفعه متعدي قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة أيضا من المجالات الصناعة والاحتراف الصناعة في المصانع العملاقة والكبيرة التي تقوم على ألات والاحتراف اليدوي الذي يقوم على صناعة اليد كصناعة التحف أو صناعة الملابس الخفيفة أو السجاد أو نحو ذلك مما يكون عن طريق الاحتراف والصناعة باليد الجعل على عمل معلوم أو الجعالة على عمل معلوم وهي أن تجعل مالا لمن يعمل عملا مباحا وهذا ورد ما يدل على ذلك في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم في قصة يوسف مع أخوته فدل ذلك على أن الجعالة أيضا من مجالات الملكية الخاصة فإذا عمل هذا العمل فإنه ينتقل المال إلى هذا العمل كذلك قبول الهبة والعطية والهدية وهذه بدون مقابل هذه من العقود التي بدون مقابل وتعني الهبة التمليك في الحياة بغير عوض وكذلك العطية والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت إذن في فرق بين الهبة والعطية والهدية أنها تبرع بالمال في حال الحياة في حال حياة المتبرع أما الوصية فهي التبرع بالمال وتنفذ بعد موته من بعد وصية يوصى بها أو دين كذلك من مجالات الملكية الخاصة المهر وهو المهر والصداق يسمى المهر ويسمى الصداق وهو ما تأخذه المرأة عوضا عن نكاحها والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن قال وآتوا النساء الصداقات هن نحلة يعني مهرهن أو صداقهن نحلة عن طيب نفس نعم أيضا من مجالات الملكية الخاصة ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصداقة فهذه تنتقل إليه الملكية لأنه حينما يأخذ من الزكاة أو يأخذ من الصداقة فإنه بأخذه هذا يصبح هذا المال الذي أخذه ملكا له فهو مجال من مجال الملكية الخاصة ما يأخذ من النفقات الواجبة كما تأخذه الزوجة من زوجها من مال كنفقة فإنه بعد أخذها لهذا المال يصبح هذا المال ملكا خاصا بها ولها حق التصرف فيه كذلك كل من وجبت له النفقة واستحق هذه النفقة سواء كانت الزوجة أو الوالدين أو الأولاد فإنها تصير من ملكة وحق له وله أن يتصرف فيها إذا قبضها هذا الجانب الأول الذي هو الجانب عن طريق الانتقال الملكية عن طريق العقود أما الجانب الثاني فهو حيازة المباحات حيازة المباحات مثل حياء الأرض المواد قال صلى الله عليه وسلم من أحيى أرض ميتة فهي له وهذا دليل على مشروعية إحياء الأرض المواد لكن شروط الإحياء لا بد من شروط لهذا الإحياء من هذه الشروط أن تكون الأرض أن لا تكون الأرض ملكا لأحد لا مسلم ولا ذمي يعني خالية عن الملك والاختصاص الأمر الثاني أن لا تكون داخل البلد فإن كانت داخل البلد ممن يتضرر الناس إذا امتلكها الأشخاص فإنه لا يجوز امتلاكها يعني تكون خارج البلد لأن ما كانت داخل البلد ينتفع به عامة الناس الشرط الثالث ألا تكون من المرافق العامة كالحدائق والمتنزهات ونحو ذلك الأمر الثالث أن يتحقق إحياء الأرض في مدة أقصى ثلاث سنوات فإن كان قد وضع يده عليها ولم يحييها في هذه المدة فإنها تأخذ منه ولا تعطى له أن يكون المحي هذه الأرض عنده أهلية الإحياء القدرة المالية لإحياء هذه الأرض الأمر أو الشرط الذي يأتي بعد هذا هو إذن الإمام أن يأذن الإمام لإحياء هذه الأرض كذلك من المباحات أو التملك عن طريق حيازة المباحات الاحتطاب والاحتطاب معناه جمع الحطب من الأودية ومن الجبال وحيازته عند إذن يدخل في ملكه وله حق الانتفاع به والتصرف فيه ببيع أو استعمال وله أن يأخذ ثمنه كذلك الصيد والصيد مباح بالاتفاق وأن له أن يأكل منه وللصيد شروط ذكرها الأهل العلم والصيد إذا تمت حيازته ثبت تملكه وصح بيعه وشراءه بعد أن يحيزه إليه كذلك الإرث الإرث انتقال المال إلى وارث معين بعد وفاة مورثة فإنه حينئذ ينتقل إليه هذا المال ويصبح هذا المال ملك له وله أن يتصرف فيه كيفما يشاء ببيع أو هبة أو وقف أو أي نوع من أنواع التصرف هذه هي أهم مجالات الملكية الخاصة